قد تكون سويسرا هي العقبة الأكثر صعوبة للمنتخب الفرنسي في المجموعة الخامسة في المونديال كانت هذه وجهة نظر ديديا ديشومب المدير الفني للمنتخب الفرنسي في منافسه بل مجموعة الخامسة والتي تضم إلى جانب سويسرا وفرنسا كل من هندوراس والإكوادور والآن يحظى ديشومب بخدمات العديد من نجوم تألقوا مع أنديتهم المحلية أبرزهم صانع ألعاب نادي باير مونخ الألماني فرونك ريباري الذي حقق خمس بطولات مع النادي البافاري في الموسم قبل الماضي إلا أن الشكوك ثارت مؤخرا حول مشاركاته بالسبب متاعب في ظهره عانى منها مؤخرا وحرمته من المشاركة في مباريات ودية مع منتخب فرنسا وتمثلت أكبر مفاجأة في استبعاد ديشومب سامير ناصري نجم فريق مانشستر سيتي من تشكيلة منتخب الديوك رغم فوز اللاعب الدورية الإنجليزية الممتاز للمرة الثانية في ثلاثة مواسم مع الفريق الإنجليزي قلت سابقا إن ناصري لاعب ذو مهارات كثيرة لكن أداءه مؤخرا مع المنتخب لم يرتقي إلى مستواه مع سيتي ناصري لاعب مهم ويعتبر لاعبا دائما لكن ليس في المنتخب الفرنسي لاعب المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية مع كل من إسبانيا وفنلندا وجورجيا وروسيا البيضاء منهيا مشوار التأهل الشاق وفي جعباته سبع عشرة نقضة منحته المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب الإسباني بطل أوروبا والعالم المنتخب الفرنسي المصنف السابع عشر عالميا والحادي عشر أوروبيا في تصنيف الفيفا والذي تذيل المجموعة الأولى في مشاركتها الأخيرة في جنوب إفريقيا قبل أربع سنوات يبدأ مسيرة استعادة الهيبة في المونديال بلقاء هندوراس في الخامس عشر من يونيو على ملعب بيرا ريو ثم يواجه نظيره السويسري بعدها بخمسة أيام على ملعب فونتي نوفا في سالفادور قبل أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء الأكوادور في الخامس والعشرين من نفس الشهر على ملعب المراكانا في ريو دي جينيرو راهيم العبادي بي بي سي